نبدأ كلامنا بالصلاة عن النبي ونسمى باسم الرحمن معي كبايتين دي ايه مليانين بنفس المعيار اللي معي ربيه الزيت والسكر والزبادي دي كباية لربع زيت ودي كباية سكر ودي كباية زبادي انا حطى كبايتين زبادي بلدي معندي كيش حط كباية لبن حليب تلات بيضات كيس بيكونبودر دول كيسين فانيليا وزرة ملح حطت زرة الملح عالدي ايه وحط كيس اللي هي خاميرتي الحلويات هقلبهم تقليبك حلوة وهركنهم على جن خلاص اتفقنا مافيش زبادي وعايزها تعملها باللبن الحليب مش هتقولك لا جبت شفشاء الخلط نزلت الثلاث بضبط هحط عليهم كسين الفانيليا هدف عليهم كوباية كوباية السكر وكوباية الزبادي والزيت كله هيتضاف مع بعضه خلاص يا حبيبي قلنا الزبادي انا الكوباية دي اتحطت كوبايتين زبادي لو انت ما عنت جهز الزبادي اعمالي باللبن الحليب مش هيقولك لا انا قلت اجربها بصراحة اول مرة اعملها هضربهم ضربة حلوة ضربتهم خلاص في الخلط هدفهم على الريق طبعا حاجة سهلة وبسيطة بتحت الكيكة دي ما بتتعبش اي حد في ثانية كان نفسنا في حاجة حلوة قلنا هنعمل ايه قمت عملت الكيكة دي طبعا عارفين ان الكيكة دايما بنقلبها في اتجاه واحد زي ما انتو شايفين هو ده القوام اللي انا عايزة لو لقيتها تخينة معاك ممكن تأو تقيلة تحطي معلقة لبن حليب خلاص هاخد بقى معلقتين من الخليط ليه يا ويدة عشان احط عليها معلقة كاكاو علشان ازين بيها الصينية من فوق الوش واكون محضرة اهي معلقة صغيرة اكون محضرة كيس تلاجة عشان اصب الخليط ده فيها طبعا لما بتحطي معلقة الكاكاو الخليط بيتقل بروح مزودة مفيش معلقة او معلقتين من المية انا حطيت في الكوباية اللي فيها كان لبن حليب عندي حطيت فيها حبة مية خدت منها بالشكل ده حبيبي هكون محضرة الصينية بتاعتي حطيها من تحت زيت دهناها زيت وحطيت ورقة زبدة ودهنت بردك ورقة الزبدة بالزيت عشان ورقة الزبدة دلوقتي ما بقاش حلو زي الاول نزلت بالخريط بالشكل ده افرده كده هوت من الجناب وكله وبردك هخبط بالصينية خبطتين كده حبيبي عشان ايه يبقى كله مفروض في الصينية حلو جدا وجبت الخلة عشان اطلع الهوى اللي فيها ايه الغلطة بقى اللي غلطة ايه ان انا حطيت الخليط في الصينية كبيرة زي ما انتو شايفين انت بقى عايزها عالية حطيها في صينية اقل من جاية المقاس بتاعها اقل من جاية اتطلع معاك عالية جبت كس التلاجة وحطيت في الخليط زي ما اتفقنا وهزين بالشكل ده طريقة سهلة وعشوائية وما فيهاش اي حاج اكون في الوقت ده مولاة على الفرن قبلها يجب عشر دقائق هيكون سخن معايا كويس جدا احطها في الرف الوسطاني على درجة حرارة مية وتمانين وتكون الفرن والعة من تحت بس حساب الفرن بتاعتك حطيتي الخلاء لقتيها خلصة والوش ما اخدش لون هتتفي من تحت وتولع الشوائع عليها زي ان الصينية بتاعتنا بالشكل ده حاجة سهلة وبسيطة وعشوائية وبتدي للصينية بتاعتنا شكل حلو جدا والطعم طحفة مش بقول كلام حبيب قلبي اتمنى تجربوها هنجيب الخلاء او طار في سكينة وهننزل كده خطوط بسيطة وبعد كده هنرجع تاني بالخلاء هتدينا الشكل اللي انتو شفتوه حاجة سهلة وبسيطة فكرتني بالكيكا النايتي فاكرينها حبيب قلبي اللي من الزمن بتاع هيفتكرها حبيب قلبي حطيتها في الفرن وتلعد بالشكل ده الشكل بقى ده اتخذ اللون بالطريقة دي ازاي طفيت الفرن وسبتها في الفرن شوية بس فتح الباق رحت مدية اللون الجميل ده بصراحة حبيب قلبي بس كنت طفية الفرن جتقلبها اتفرتكت معي الحمد لله الحمد لله حبيب قلبي انقضت ما يمكن انقضه رحت مقطعها ورحت حطها في الطبق بالشكل ده قلت لكم انا ما بحبش اجدب بقول لكم الحقيقة بس بصراحة حلوة جدا بصوا اللون فكرتني فعلا بالنيتي كيكتين نايت اتمنى تجربها حبيبي بصي خفدي بسم الله ما شاء الله واقف لازم عايز حطة عايز حطة ادتو حطة يلا من نفسه بصوا وهشة فعلا وبردك مش وطية زي ما انتم فاكريين لا دي هشة وجميلة والطعم طحفة اتمنى تجربوها ايه وتنسوا اللايك اسبكم فراعيتي اللحة بيبقى لقلب